اشتركوا في القناة اصرفنا بما حملنا من قراءاته وضبط اداء حروفه وكلماته وتحرير طرق رواياته ونصلي ونسلم على سيدنا محمد آية كل خير ووسيلة كل مير سليل اطهر الاصلاب وجليل اشرف الانجاب وعلى آله وصحبه ومن ترسم هداه الى يوم الدين وبعد فقد وصلنا في المحاضرة السابقة الى قول الامام الشاطبي كمد واثبات وفتح ومدغم وهمز ونقل واختلاس تحصل ووقفنا عند كلمة وقد شرحناها شرحا وافيا وقلنا بان قوله واختلاس هذا الاختلاس يرادفه الاخفاء ويضاده اشباع الحركة ومثلنا لذلك وبعده يقول ماذا وجزم وتذكير وغيب وخفة وجمع وتنوين وتحريك نعمل أليس كذلك قوله رضي الله عنه وجزم وجزم هذا الجزم ما الذي يضاده في مصطلحه اصطلح هو رضي الله عنه على هذا قال بانه اذا ذكر الجزم فان الضد هو الرفع لكن اذا ذكر الرفع هل ضده الجزم لا يكون هذا وسيأتينا مفصلا لماذا جعل الجزم ضد للرفع لماذا هل تعرفون شيئا في هذا قيل لان الجزم يقتضي حذف الحرف وحذف الحركة أليس كذلك الجزم يقتضي ماذا يقتضي حذف الحرف وحذف الحركة جميل والرفع يقتضي ماذا إثبات الحرف وإثبات الحركة فأخذت ضد من هذا لأن الحذف هو ضد هو ضد ماذا ضد الإثبات فالرفع يثبت والجزم يحذف فأخذت ضد من هذا ذكر هذا الفاسي وغيره وذكرت امام السخاوي علة أخرى قال بأن الإمام الشاطبي ذكر الجزم هنا ضد للرفع لأن الجزم يرد على الرفع بأن الجزم يرد على الرفع ويدخل عليه فتبينوا هذه الأشياء لكن الإمام بن آج الروم لم يرتضي هذا المذهب فقال هو غير ظاهر ولا وهو غير بي لماذا لماذا إذن ذلك لأنكم إذا تفحصتم العربية وتفحصتم مداخل ومسارب ومذاهب الحركات تلفون بأن الجزم لا يكون إلا عن جازب والنصب لا يكون إلا لا يصدر إلا عن ناصب والرفع لا يصدر إلا عن عن رافع أيضا النصب لا يصدر إلا عن ناصب والرفع لا يصدر إلا عن رافع إلى آخر هكذا أليس كذلك فهذا الموجب فكما لا يدخل الجزم على النصب لأنه لا يجتمع معه فكذلك لا يرد ولا يدخل الجزم على الرفع لماذا لأن الكلمة لا يرد عليها عاملان لا يرد على الكلمة عاملان وكما لا يرد عامل على عامل لا يدخل عامل على عامل وإنما العوامل تدخل على الكلمة معراتا أليس كذلك العامل يدخل على الكلمة معراتا وعلى هذا فلا يرد جزم على رفعين والله تعالى أعلم ومثاله في الشاطبية في الجزم وضده الرفع مثلا وجزمهم يذرهم شفا وجزمهم يذرهم شفا الرمز أين لحمزة والكساء جيد إذن ذكر لحمزة والكساء ماذا في يذرهم الجزم ذكر لهما الجزم يقرآني ويذرهم أليس كذلك المسكوت عنهم ما الذي لهم لهم الرفع إذا ذكر الجزم فالرفع ضد ولكنه لا ينعكس اضطرد ولم ينعكس جميل إذن إذا قال الجزم فالذين سكت عنهم يقرؤون ماذا ويذرهم إذن حمزة والكساء ذكر لهم ماذا الجزم ويذرهم جميل فالذين سكت عنهم يقرؤون بضد الجزم على مصطلحه وهو الرفع فيقرؤون ماذا ويذرهم لماذا لا يذكر الرفع ضد للجزم لماذا قولوا وآخيت بين النون واليا وفتحهم وكسر وبين النصب والخفض منزلا وحيث أقول الضم والرفع وحيث أقول الضم والرفع ساكتا فغيرهم بالفتح والنصب هذه المقابلة التي بين حركات الإعراب وحركات البناء وحيث أقول الضم ولا نريده أقول الضم والرفع ساكتا فغيرهم بالفتح إذا قال الضم فيقابله الفتح وهو حركة من حركات الإعراب ومحركة من حركات البناء الضم أحسن فالضم يقابله في البناء ماذا يقابله الفتح وإذا قال الرفع وهو حركة إعراب يقابله ماذا النصب من حركات الإعراض إذا قال الرفع فإن الضد يكون النصب فإن الضد يكون هو النصب فإن الضد يكون نصبا أليس كذلك ولا يكون جزما لذلك لم يجعله ضدا لم يعكسه في ضد الجزم فذكر الجزم ضدا للرفع فقط ولم يعكس لأجل ما سيأتينا مبينا بإذن الله تعالى تبينتم هذه الأشياء جميل أنا الآن أراجع معكم فقط وإلا عجلوا بنا لندخل إلى موضوع القراءة إن شاء الله إلى الجمع وإلى تحريرته وإلى وإلى آخره هناك أشياء كثيرة يجب أن تعلموها نسأل الله تعالى أن يطيل العمر في ذلك نعم قال وجزم وأنهيناه وتذكير وتذكير التذكير هو ضد ماذا ضد التأنيث هذه الأشياء معلومة عندكم أليس كذلك إذا ذكر ترجمة لأصحابها بالتذكير فإن المسكوت عنهم يقرؤون بماذا بالتأنيث بضده بضده الذي هو هو التأنيث جميل قوله مثلاً وَذَكِّرْ فَنَادَاهُ وَأَضْجِعُهُ شَاهِدًا لَيْسَ كَذَلِكَ ذَكِّرْ فَنَادَاهُ القراءة الآن لمنع التذكير شاهداً للرمز فيه شاهداً وهو حمزة والكساء يقرأان ماذا بالتذكير لكن هناك حيثية وهي الإضجاع يعني يذكر ويمال لهما فناديه فناديه الإمالة الكبرى وهي إمالة كبرى إلى آخر أو إضجاع كما تشاءون المسكوت عنهم لهم ضد التذكير إذن ذكر ماذا ذكر التذكير فالذين سكت عنهم الخمسة الباقون يقرؤون ماذا بالتأنيث وهو فنادته نؤنث أخذاً بضد التذكير أليس كذلك إيطونا بمثال آخر مثلاً وذكر لم يكن لم يكن شاعة لم يكن شاعة أين تكون هذه ها ها ثم لم يكن نقرأ فتنتهم أم فتنتهم على قال شاعة أليس كذلك لحمزة والكساء يقرأ ماذا وقد ذكرنا هذا لم يكن فتنتهم لماذا لأنه قال بعدها وفتنتهم بالرفع عن دين كامل عن دين كامل الرمز في العين لحفص ها والرمز أيضاً في الدالي لابن كثير والرمز لابن عامر في الكاف إذن يقرؤون ماذا فتنتهم بالرفع أو يقرؤون فتنتهم بالرفع جميل إذن يقرأ ماذا ثم لم يكن فتنتهم ثم لم يكن فذكر هو هذا الذي نريد الآن لم يكن بالتذكير فالمسكت فالمسكوت فالمسكوت عنهم يقرؤون ماذا يقرؤون بالتأنيذ على التفصيل وسيأتينا هناك في موضعه بإذن الله ننتقل إلى الضد إذا قال في ترجمة ما بالتأنيذ لأصحابها فإن المسكوت عنهم يقرؤون ماذا يقرؤون بالتذكير يقرؤون بالتذكير مثال ذلك أنث يكون عن دارم أصلا يكون أين هذه أين توجد هذه نعم قل كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا فوزا عظيما هذه يكون هنا من الذي أنثها عن دارم عن دارم الرمز في العين لمن لحفظ والرمز في الدال لمن لابن كثير قرأ ماذا كأن لم تكن بينكم وبينه مودة ليس كذلك إذن كأن لم تكن بينكم وبينه أو تكن بينكم وبينه على على ابن كثير أنثوا وسكت عن الباقين إذا أتى بطرجمة لأصحابها وذكر لهم التأنيث فإن المسكوت عنهم نأخذ لهم بماذا بضد التأنيث نأخذ لهم بالتذكير لأنه ضد ومثلنا بقول الإمام الشاطبي أنث يكون عن دارم وانتهينا منها فقال وجزم وتذكير وغيب وغيب الغيب ضده ماذا ضده الحضور الحضور ينقسم إلا أنه كثر مقابلة الغيب بماذا بالخطاب لذلك ذكره هنا ولا بأس أن تقول الخطاب لأنه كثير كثير الدور في القصيد إذا قال الغيب في ترجمة ما وذكر أصحابها بأنهم يقرؤون بغيب الحرف فإن المسكوت عنهم يقرؤون بضد الغيب وهو وهو الخطاب وهو الخطاب مثال ذلك مثلا بمثلا وبالغيب عما يعملون هنا هنا دنا ما الذي يقصد بهنا وما الله بغافل عما يعملون أفتطمعون لأنه سيأتي بعد هذا وغيبك في الثاني إلى صفه دلا أين الثاني الذي قبل أولئك الذين اشتروا هو الثاني أليس كذلك إذن الغيب في الأول يقرأه من ابن كثير أخذا من رمز الدال في في دنا فتنبهوا لهذا والغيب في الثاني الذي قبل أولئك الذين اشتروا يقرأه بالغيب من إلى صفوه دلا إلى فالرمز إلى للإمام نافع والرمز أيضا في صفوه لمن لشعبه والرمز أيضا لابن كثير وهو متفق بين أوله وآخره وإنما يزاد عليه الإمام نافع ومن وشعبه وبالغيب عما تعملون هنا أي التي بعدها فتطمعون هنا دنا وغيبك في الثاني الذي بعده أولئك الذين إلى صفوه دلا إذن المسكوت عنهم من الذين لم يذكروا من أصحاب الغيب يقرؤون بماذا يقرؤون بالخطاب لأنه ضد ماذا ضد الغيب لكن إذا ذكر الخطاب في ترجمة هل يفهم من المسكوت أو يستفاد للمسكوت عنهم بأنهم يقرؤون بضد الخطاب الذي هو الغيب أم لا هل ينعكس أم لا لقد اضطرد كما رأيتم فهل ينعكس نعم ينعكس أليس كذلك لما خفتم ينعكس مثاله مثلا وخاطب وخاطب عما يعملون كما شف وخاطب عما يعملون كما شف إذن ذكر الخطاب في عما يعملون لمن للمرموز إليهم ب كما في الكاف لمن نعم الرمز في الكاف من قوله كما لابن عامر نعم والرمز أيضا لحمزة والكساء في قوله شف إذن ابن عامر وحمزة والكساء يقرؤون ماذا بالخطاب في قوله نعم عما يعملون جميل الذين سكت عنهم يقرؤون ماذا بالغيب يقرؤون عما يعملون والذين ذكرهم يقرؤون بالخطاب إذن اضطرد وانعكس إذا ذكر الغيب في ترجمة ما لأحدهم فإن المسكوت عنهم يقرأ لهم بماذا بضده بضد الغيب وهو الخطاب اضطراضا أو طردا وعكسا أليس كذلك جميل هو في قوله أيضا ولا يعبدون الغيب أيضا ولا يعبدون الغيب شايع دخل الرمز في من في الشين من قوله الشايع لحمزة والكسائ وفي الدال من قوله دخل لابن كثير يقرؤون ماذا لا يعبدون إلا الله بالغيب وبالوالدين إحسانا أليس كذلك لا يعبدون إلا الله بالغيب فالمسكوت عنهم الذين لم تشملهم الترجمة إلا بمفهوم الضد بمفهوم الضد يقرؤون ماذا لا تعبدون إلا الله بالخطاب هذا واضح إلى هذا الحد نكتفي بهذا إذن إذن قال وجزم وتذكير وغيب وخفة الخفة ضدها ضدها الثقل وهذه من المصطلحات الفيزيائية وستأتين بإذن الله سنشرحها الثقل والخفة هذه الأشياء من المصطلحات الفيزيائية التي دخلت في النحو العربي وهي في كتاب سيبوي وسنعرض لها إن شاء الله في تلاقح الحضارات الفكرية بين الأمم بين المنطق وغيره والنحو العربي والمنطق الأرسطي وإلى آخره وسنأتي إلى هذه الأشياء بالبيان والتفصيل بإذن الله تعالى نقول إذا ذكر الخفة في ترجمة ما لأحدهم فإن المسكوت عنهم يقرؤون بماذا بضد الخفة وهو الثقل والثقل يرادفه الشدة أيضا لأنه ذكر الثقل وذكر الشدة أيضا إيتون بمثال على الخفة مثلا نعم جميل وكوفيهم تساءلون مخففا إذن قرأ الكوفيون من هم حمزة والكساء وعاصم هذا جنس الكوفيين المربوز إليهم بالثاء إما أن يقول الكوفي وإما أن يقول الثاء أليس كذلك جميل إذن يقرؤون ماذا تساءلون بماذا بتخفيف تخفيف ماذا بتخفيف السين فالسين هنا مثقلة مشددة جميل فيقرؤونها بالتخفيف إذن ذكر من ذكر الكوفيين وسكت عن عن أربعة باقين فما الذي لهم إذن لهم ماذا لهم التشديد والتثقيل كما كما هو في اللفظ لكن هو مفهوم بالضد أيضا مثال آخر مثلا نعم تزكى تصد الثاني حرمي نثقلة أليس كذلك تزكأين هذه في سورة ماذا في النازعات إلى أن تزكى تصد تصد الحرف الثاني أيضا يقرأه بالتثقيل جميل إذن فالمسكوت عنهم غير حرمي وهم الخمسة الباقون يقرأون ماذا يقرأون ماذا يقرأون بتخفيف هذا الحرف الثاني الذي ثقله الحرمي أليس كذلك مثال آخر مثلا وتظاهرون الضاء خفف ثابتا تظاهرون وتظاهرون تظاهرون الضاء خفف ثابتا ثابتا رمز لمن رمز للكوفيين واضحون واضحون هذا يقرأون ماذا تظاهرون وهي أخت وكوفيهم تسألون أليس كذلك أختها تظاهرون الضاء خفف ثابتا فالمسكوت عنهم يقرأون ماذا نعم جميل يقرأون تظاهرون كما وفي قوله مثلا وفي فأزل اللامة خفف لمن لحمزة وزد ألفا من قبله إلى آخره إذن الشاهد عندنا في قوله خفف أليس كذلك فقال بالتخفيف حمزة يخفف لكنه يزيد ماذا فيقرأ فأزال فأزال بألف مزيدة بين الزاء واللام ما خففة اللام والشاهد عندنا نريد على تخفيف اللام الباقون الذين هم غير حمزة يقرأون ماذا بتثقيل بتثقيل اللام وحذف وحذف الألف يقرؤون ماذا فأزال بالتثقيل أليس كذلك نعمد إلى إلى الضد إذن إذا ذكر خفة فإن المسكوت عنهم يقرؤون بضد الخفة وهو التثقيل وإذا ذكر التثقيل فإن المسكوت عنهم هل يصح لهم ضد التثقيل الذي هو التخفيف أم لا هل يضطرد وينعكس أم يضطرد ولا ينعكس نعم وما أدلتكم على ذلك قول الإمام الشاطبي مثلا وموصن ثقله مثلا ها نعم نعم صح شلشلة موصن موصن ها وموصن أليس كذلك أصحاب رمز صح شلشلة من هم الرمز في الصاد لمن لشعبة والرمز في الشين أيضا لمن لحمزة والكساي يقرؤون ماذا موصن ثقله صح شلشلة أي يثقله يثقل صاده ويلزم عليه فتح ماذا فتح الواوي يقرؤون بتثكيله إذن فالمسكوت عنهم يقرؤون ماذا ها إذن صح ضده إذن يقرؤون ماذا بالتخفيف وتخفيفه ما هو موصن الباقون من دون شعبة وحخوين ها يقرؤون ماذا موصن إذن صح حالا اضطرد لنا أنه إذا ذكر التخفيفة فإن المسكوت عنهم يقرؤون بالتثقيل وانعكس لنا أيضا هذا الضد على ضده فإذا ذكر التخفيفة أيضا فإذا ذكر التخفيفة فإن المسكوت عنهم يقرؤون ماذا يقرؤون بالتثقيل وآتينا بمثال ننتقل إلى وجمع إذن قال وجزم وتذكير وغيب وخفة وجمعين الجمع ما ضده ضده التوحيد وضده الإفراد للجمع بين القولين وبين المذهبين فإن أمكن الجمع جمع كما يقال إذن إذا أتى في ترجمة بالجمع لأصحابها فإن فإن المسكوت عنهم يقرؤون بماذا يقرؤون إما أن تقولوا بالتوحيد أو أن تقولوا بالإفراد فهل يضطرد وينعكس أم يضطرد ولا ينعكس سنرى سنرى مثال الأول وجمعوا آثار كم شرفا على كم شرفا على مثلا وجمعوا آثار أين توجد هذه الكلمة في الروم أحسنت ما هي الآية فانظر إلى آثار رحمة الله فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها فيها قراءتان بالجمع والإفراد أو التوحيد هل يسا كذلك قال واجمعوا آثار كم شرفا على كم شرفا على فالرمز أين في الكافل ابن عامر وفي الشين لمن للأخوين لحمزة والكساء وفي العين من قوله على لمن لحفص يقرؤون ماذا بالجمع يقرؤون آثار يقرؤونها بالجمع بزيادة الألف بين الهمزة والثاء وبين الثاء و وراء وراء أحسنت إلى آثار فخذ بالك إلى آثار رحمة الله إذن المسكوت لما تبينا أن هؤلاء يقرؤون بالجمع فالضد في الجمع ما هو الإفراد فالمسكوت عنهم يقرؤون ماذا يقرؤون بالإفراد وما هو إفراد آثار فانظر إلى آثار بحذف الألفين بالآلف التي بعد الهمز والآلف التي بعد الثاء فيقرؤون آثار إذن لما ذكر الجمع لأصحاب كم شرف على المسكوت عنهم لهم ضد الجمع الذي هو الإفراد وهم يقرؤون إلى آثار رحمة الله إذن نرى هل ينعكس إذا ذكر الإفراد أو التوحيد فهل يصدق في ضده الجمع أم لا سنرى في مثال ماذا حينما يقول خطيئته التوحيد عن غير نافع ولو قال خطيئته التوحيد أيضا لا صح خطيئته التوحيد عن غير نافع غير نافع هم الستة أليس كذلك ورمزهم الخاء لأن قال وستتهم بالخاء ليس بأغفلة أليس كذلك إذن نافع يقرأ ماذا في خطيئته خطيئته التوحيد عن غير نافع الستة من السبعة يقرؤون ماذا بإفراد خطيئته بإفراد خطيئته إذن الذين سكت عنهم خطيئته التوحيد أي الإفراد عن الستة أليس كذلك إذن الباقون من هم نافع يقرأ بماذا بالجمع إذن اضطرد وانعكس لما قال بالإفراد والتوحيد إنعكس إلى الضد الذي هو الجمع ولما قال بالجمع إنعكس إلى الضد الذي هو الإفراد أليس كذلك وإلى لقاء آخر بإذن الله تعالى ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر